موسيقى مساء الخير أخوتي المشاهدين مساء الخير للحاضرين معنا بهالمكان هيدا وخاصة مساء الخير وأهلا وسهلا بالضيوف الأحبة من بعد ما فكرنا كتير ومن بعد ما حلمنا كتير وأخيرا لحينطلق هالبرنامج يلي حبينا نسميه بعنوان مهم تكون مسيحي وشو هو هالبرنامج ولمين بيتوجه هالبرنامج أردنا يكون برنامج تعليم مسيحي كتشاز للبالغين وليش تعليم مسيحي؟ مهم كتير أخوتي ماربورس بيقول الإيمان يأتي من السماع من بشارة بشارة بدهم يعلنه يخبر عنه بده توصل بدهم يعلمه والكنيسة كل عمره قائمة على البشارة على التعليم المسيحي وليش للبالغين؟ يمكن لأنه نحنا أخوتي آخر مرة أخدنا تعليم مسيحي جدي كان يمكن وقت الكننا صغار أكتريتنا يمكن بالأول إرباني بعدين كبرنا فتنا بفاتة المراهقة بعدين بفاتة الدراسة بعدين هموم العيلة وبقي إيماننا أو تعليمنا على إياس أول إرباني أو على إياس وقت اللي كنا بالمدرسة صغار وكبرنا وانضجنا وكبروا عقلاتنا وتغيرت حياتنا مثل ما يقول مربولوس عندما كنتوا طفلا كنتوا آكلوا كالطفل ولكن وقت البدي أكبر بدي يصير بدي طعام جديد طعام على إياس عمري على إياس تفكيري على إياس همومي ومشاكلي ومنكبر ومننضج ومرات كثير بدل تعليمنا على إياس الولد الصغير مهم كثير أخوتي اليوم بهالبرنامج هيدا من خلال هاللقاءات أنا وإياكم أنه نكون عم نرجع نعطي فرصة نسمع تعليم مسيحي موجه للناضجين للبالغين تعليم مسيحي لأنه للناضجين وللبالغين كل شي في مسموح كل التساؤلات مسموحة كل التساؤلات والمخاوف والشكوك المزروعة بقلوبنا مسموح نطرحها ولازم نطرحها لأنه ما بنعرف أي متى بيصير معنا حدث بحياتنا بفجر هالأسئلة هيدا وبينهار كل هالبرج يمكن يلي علمني لمين موجه هالبرنامج هيدا أختي هالبرنامج موجه لكل البالغين بغض النظر عن دينهم وجنسهم وبلدهم وانتماءهم وعرقهم وحتى توجهاتهم بغض النظر إذا بيقامنوا أو لا بغض النظر إذا هالتعليم سيستفيدوا منه أو سيقبلوا أو لا مهم كثير أختي بي هالحياة أنه مطمضة هالحياة قبل ما نكون اكتشفنا شو الجديد يلي جيبه يسوع المسيح على الأرض وبعدين منشوف شو منعمل فيه بس مهم كثير نتلقي نحنا وناضجين تنفهمه بعقلات ناضجة وأختي يسوع لما حكي عن الموضوع شبه الإيمان بحبة خردل ولما بده يحكي عن البشارة شبه البشارة بزارع يزرع الأمح واللي حنعمله هو نوع من الزراعة نوع من كب الأمح كب البذور وهيدي هالعملية إلى صفتين مهمين أول شغلي أنه الفلاح الشاطر قبل ما يزرع بهيق الأرض بيفلح بفلفش بينكش إذا فيه شوك بيشيله إذا فيه عش بيمره بيشيله إذا فيه حجار بيشيله بنقي بهيق المكان ويمكن مرات كثيرة بناء أساسات لبنائي بياخد وقت أكتر من بناء البنائي وبيوجع أكتر وبيكلف أكتر ولكنه مهم كتير فإذا أول نقطة أخوتي بدنا نحاول نبحش حتى لو مرات بدنا نضطر نكسر إشياء قديمة أو نقلع إشياء اللي إيمانا صالحة وما نخاف نفوت بهالعملية هايدي والنقطة الثانية أنه الزرع ما بيكبر بلاحظة بين كبة البذري بالأرض وتتصير حبة الخردة لشجرة في وقت في نمو في تدرج مشان هيك ببرنامجنا يمكن ما نعطي كل الأجوة بدغري يمكن نطلع من كل حلقة إخدين جواب صغير وعننا أسئلة كثيرة وهذا شي ضروري مشان هيك أنا بدي أطلب من كل المشاهدين يلي عم بيتابعونا هالشغلتين هاو دي أول وحدة المطوعية أنه نكون متوعيين بالسمع لحتى نترك هالبشارة اليوم تقدر تكسر اللي بده تكسره أو تطهر اللي بده تطهره أو تغير اللي بده تغيره أو تثبت اللي بده تثبته بغض النظر إذا لحنا نستفيد منه ولا لا المهم نفهمه نترك هالمفهوم الجديد يدخل على حياتنا والنقطة الثانية أنه يكون عنا صبر مش كل شي لحنلاقيله جواب دغري مش كل شي لحنلاقيله حل دغري بدنا ننطر لأن في إشي كتير يمكن منطرحها اليوم تتوضح بعد حلقتين أو ثلاثة اشتركوا في القناة